الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين اللهم يا حليم المن يا عظيم الصفح يا واسع الجود يا سابغ الإحسان يا كريم العطاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تفتح لنا فتح العارفين بك يا رب العالمين أيها الأحبة في الله ها نحن مع اسم جديد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى واسم هذه الحصة هو اسم الله الرزاق سبحانه عز وجل ما معانيه وكيف يكون لنا حظ من هذا الاسم وكيف ندعو الله سبحانه عز وجل بهذا الاسم ورد اسم الله الرزاق في القرآن الكريم في قوله تعالى مثلا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ورد أيضا في قوله تبارك وتعالى وما من دابة أو في قوله تعالى نحن نرزقهم وإياكم وفي قوله تعالى أيضا وفي السماء رزقكم وما توعدون فاسم الله الرزاق اسم من أسماء الجمال يجعل الإنسان مطمئنا على رزقه مطمئنا على قوته مطمئن على معيشته ما الذي يجعل الناس اليوم يدخلون في حروب؟ إنها مسألة الرزق مسألة التكسب الرازق هو الله الذي يعطي هو الله والله والله أيمانا مكررة ثلاثة يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة ثم ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا براه الله لعبد لن فلقت حتى تؤدي له كل ما فيها الكريم أيها الإخوة إذا أعطى أدهش فاسم الله الرزاق من معانيه أنه رزق الأبدان بالصحة ورزق الأرواح بالإيمان من معاني اسم الله الرزاق أن يرزقك الصحة في بدنك وأن يرزقك في نفسك الإيمان في روحك لذلك أيها الإخوة الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه عز وجل فالله سبحانه سمى اسمه باسم الرزاق فالرزاق هو الذي يرسل لك الأرزاق ونحن خطأا أيها الإخوة نظن أن الرزق في المال لا المال هو جزء من الأرزاق التي يرزقن بها الرزاق فمثلا الزوجة الصالحة رزق ومن أعظم الأرزاق الولد الصالح رزق المسكن الواسع رزق السيارة والمركب المريح رزق الصاحب الوفي الصدوق رزق وكل شيء يعطيك الله تبارك وتعالى إياه رزق ولعل من أعظم الأرزاق رزق الهداية أيها الإخوة فلذلك حين نسأل فلنسأل الرزاق أن يرزقنا الهداية وأن يرزقنا الزوجة الصالحة وأن يرزقنا الولد الصالح واعلم بأن كل شيء في هذه الحياة هي بدي الرزاق سبحانه عز وجل ولعلنا نتأمل قوله تعالى في سورة آل عمران حين قال سبحانه عز وجل حكاية عن مريم كلما دخل عليها زكرياء من مريم كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا ماذا قالت؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وجد عندها رزقا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب متى؟ كلما دخل عليها زكرياء المحراب إذن أيها الإخوة الصلاة هي أعظم أبواب الرزق لعلنا بعد الآية مباشرة أيضا في سورة آل عمران يأتي قوله تعالى هناك دعا زكرياء ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وذرية كما قلت لكم رزق من أرزاق الله سبحانه ماذا قال الله تعالى؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي هنا تنبيه من الله أنه من أراد الأرزاق الوافرة ليس فقط المال بل المال والصحة والولد الصالح والزوجة والجار الطيب والصاحب الوفي كلها أرزاق ما هو الباب الأوسع؟ إنه الصلاة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك انظروا الصلاة كانت باب من أبواب الرزق في الولد بماذا يبشره الله؟ بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا ونبيئا من الصالحين وكذلك في سورة طهاء يقول الله سبحانه عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ولم يقل واصبر قال واستبر لأن الزوجة والولدة والأهل معك في الدار سوف يتعبونك في قضية الصلاة وفي التربية تتعب معهم يوما ويومان وعاما وعاما ولكن الله سيسعدك بهذا التحب قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة ليس واصبر لا واستبر وزيادة المبنى تفيد هنا زيادة المعنى واستبر عليها ماذا؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أنت أبذل الجهد واستفرغ الوسع مع الله اهتدى ابنك لم يهتدي صالحا لم يصلح أمره وشأنه بيد الله ولنا في نبي الله نح عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عبرة لكن الله سيرزقك من ذلك التعب وتلك الحيرة من أجل أبنائك وأبناء المسلمين سيرزقك الله هذا ما استنبطنا من سورة طهاء وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك هذا هو اسم الله الرزاق أيها الإخوة والصلاة هي من أعظم أبواب الرزق كذلك لماذا قال الله تبارك تعالى والله خير الرازقين لأنه أيها الإخوة هناك من الناس من يرزقون يقول فنان له رزق ويعطي من رزقه يعني يرزق الآخرين لكن الله خير الرازقين لماذا؟ أولا الله خير الرازقين رزقه ينفع ولا يضر الله تعالى إذا أعطاك رزقا فإنه ينفع ولا يضر أما أنت إذا أعطاك الناس رزقا فقد يضرك ولا ينفعك كم من الناس كانوا فقراء فأغناهم الناس أفسدهم ذلك الغنى ولكن الله إن أغناك فإن الغنى لا يفسدك فهذا المعنى الأول من معاني اسم الله وخير الرازقين كذلك الله خير الرازقين لماذا؟ لأنه هو أفضل من يرزق أنت إنسانا إذا أعطاك لا بد أن يأتي يوم يمن عليك ولو في نفسه يمن عليك أنه أعطاك وفعل معك لكن الله تبارك وتعالى لا يمن عليك إذن الله تبارك وتعالى هو أفضل وخير من يرزق كذلك لماذا الله تبارك وتعالى هو خير الرازقين لأن الله خير الرازقين الله يسخط ولا يقطع الرزق قد يسخط الله عنك ولكنه لا يقطع عنك الرزق يعطيك مثالا مثلا لو أن إنسانا يعطيك من عنده كل شهر راتبا من عنده فلو أسأت معه الأدب أو فعلت معه أمرا لا يليق ماذا سيفعل لك سيقطع ذلك الرزق ولعلنا في قصة أبو بكر الصديق مع مصطح بن أساثة الذي نقل خبر الإفك حول عائشة رضي الله عنها المبرأة الطاهرة المصون قال أبو بكر الصديق والله لن يصله شيء من عندي بعد اليوم ماذا قال الله تعالى أنزل في سورة الفرقان أو في سورة النور وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ انظروا إلى الرزاق أبو بكر الصديق قطع عنه رزقه قال له الرزاق يا أبو بكر لا يأتلي أولي الفضل منكم أن يمنعوا أولي القربة ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فمن معاني الرزق أو من حظ المؤمن من هذا الاسم اسم الله الرزاق أول شيء توكل على الله في رزقك توكل واعلم بأن الله رازقك وابذل الأسباب وسوف يفتح الله تبارك وتعالى عليه ثانيا حظنا من هذا الاسم اسم الله الرزاق لا تخاف من قطع الرزق الذي يقطع الأرزاق إنما هو الله ولك تجد بعض الناس يهينون أنفسهم يبيعون كرامتهم من أجل ماذا؟ من أجل وظيفتهم يقولون يا أخي أنا عبد الرزاق أنا عبد المأمور أنا أخاف أن يقطعوا لي رزقي الذي يقطع الأرزاق إنما هو الله وما العبد إلا وسيلة أن يوصل إليك الرزق أو أن يقطع عنك الرزق لماذا؟ لأن الرزق بين عند الله قالت مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثالثا أيها الإخوة من معاني اسم الله الرزاق حظنا فيه أن نأكل الحلال لماذا؟ لأن الرزاق هو الله سألني أحد الإخوة قال لي أنت قلت يا شيخ أننا أن الله تعالى ما أخذه الإنسان من حرام كان لو سلك طريق الحلال سينيله الله إياه قلت له نعم لأن الله هو الرزق ذو قوة المتين ثانيا لأن الله أعطانا طريقين للرزق طريق حلال ولكنها طويلة وربما شاقة لأن فيها امتحان وطريق قصيرة جدا ألا وهي طريق الحرام فأنت اختر أي الطريقين قال لي والناس الذين أخذوا يعني من بلدانهم وسرقوا شعوبهم بمليارات الدنارات وربما مليارات الدولارات قلت له نعم والله لو صدقوا الله فيما فعلوه من رزقين فإن الله سيرزقهم من أبوابه الواسعة وقرأ عن الأغنياء في العالم اليوم الذين يكسبون مليارات الدولارات كيف كانوا ولكن الله لما أراد أن يرزقهم رزقهم من ماله سبحانه عز وجل لأن الله هو الرزاق حظونا من هذا الرزق أو من هذا الاسم اسم الله الرزاق الرضا بالرزق الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لنا اليوم مسألة الرضا هي من أعظم الأسباب أسباب السعادة ما هو تعرف السعادة؟ السعادة هي الرضا بالواقع مع العمل على تحسينه أنا لا أقول لك إرضى بالفقر لا هذا لا يقولها إلا جاهل غير عالم بأن الله رزاق أمرنا بأن أخذ أسباب الرزق لكن ما هي السعادة؟ أنا سعيد بما أعطاني الله اليوم ولكنني أخطط أن أكون في غد أو بعد غد أحسن حالا وأكثر مالا إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك من حظنا من هذا الاسم اسم الله الرزاق أن نرضى بما رزقنا الله تبارك وتعالى وأعطانا كذلك أيها الإخوة يعني لو أننا نوقن بأن الله هو الرزاق وتوكلنا عليه حق التوكل توكل إلى رزقنا أذكر لكم قصة بها نختم حديثنا إن شاء الله قصة شاب مع أحد المشايخ العلماء قال لهم أيها الأبناء يا أبناء الطلبة كل واحد فيكم يعمل حرفة أبيه وليخلص فيها يعني كل واحد فيكم يذهب إلى حرفة أبيه وليخلص فيها والله الذي لا إله غيره سوف يرزقه الله للأسف الشديد كان أحد الطلبة معه أبوه كان للصن فتعجب الإبن وقال قال يا شيخ كل واحد يذهب إلى حرفة أبيه ويعملها بإخلاص سوف يرزقه الله قال له قلت لك نعم والطالب هذا أخذها وهي قصة حقيقية أخذها على محمل الجد ماذا ذهب بدأ نوى من ذلك الليل أنه يسرق لأن أباه كان للصن فماذا فعل صعد وقديما كانت السطوح كلها متساوية يعني يمكنك أن تصعد إلى سطح بيتك يمكنك أن تذهب إلى جارك الأول أو جارك الثاني هذا الشاب ماذا فعل صعد إلى سطح جاره أراد أن يذهب إلى الدار الأولى قال لا هذه دار أيتام والله تعالى أمرنا بإكرام اليتين ثم الدار الثاني حتى وصل إلى الدار السابعة أو الثامنة فهي دار غني قال إذن هذه دار غني أدخل إليها ولكن أأخذ بقدر دخل وذهب إلى الخزانة فتحافى وجد فيها أموال طائرة قال إذن يجب أن نخرج مال هذا الزكاة نظر إلى الدفاتر فبدأ يحسب أشعل القنديل بدأ يحسب قال هذا حق الزكاة وأراد أن يأخذ له حقا لما أراد أن يأخذ من المال سمع الأذان قال حق الله أولى أذان الصبح بدأ يصلي خرج صاحب الدار وجد غرفته مفتوحة وخزانته مفتوحة وأمواله موضوعة على الطاولة والدفاتر مفتوحة ووجد شابا يصلي ذهب إليه بعدما أكمل قال يا ابني ماذا تفعل هنا قال والله يا عم إن شيخنا قد قال كل واحد فيكم فليعمل صنعة أبيه وليتقل لها فيه قال فإن أبي كان للصن فلم أجد بدا إلا أن أسرق فتجاوزت دار جارينا الأول كان فقيرا يتيما والثاني حتى وصلت إليه قال له لما فتحت خزانتك وجدت أن أموالك لم تزكيها منذ ست سنوات أنه نظر إذا دفاتك قال نعم يا ابني أو تحسن الحساب قال أتقنه أزوجك ابنتي وأن تكون ممسكا دفاتر حسابي قال وكيف ذاك كيف تزوجني وأنا رجل فقط قال لأمانتك وصدقك وراعك فزوجه ابنته وجعله ماسكا للدفاتر المال قال الله تبرك تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إنه الرزاق أيها الإخوة والعجيب كما يقول أحد العلماء حقا هذا الطالب لما أخلص في حرفة أبيه رزقه الله سبحانه عز وجل إنه هو الرزاق والله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون اللهم ارزقنا يا رب العالمين رزقا حلالا طيبا اغننا بحلالك عن حرامك نسألك اللهم باسمك الرزاق أن تغنين بفضلك عن من سواك نسألك اللهم باسمك الرزاق أن ترزقنا من لدنك رحمة يا رب العالمين نسألك اللهم باسمك الرزاق أن ترزقنا الزوجة الصالحة والولد الصالح والجارة الطيب والصديق الوفي ومن أرزاق الدنيا والآخرة يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفركم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر